إلعب بكل شيء إلا دين الله عز وجل والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام كان مجموعة من المنافقين في مؤخرة الجيش فقالوا ثلاث كلمات أغضبت الذي في السماء على العرش استوى قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء فسمعهم صحابي جليل قال كذبتم فانتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش حتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد جبريل قد سبقه جبريل سبق هذا الرجل الصحاب الذي جاء من مؤخرة الجيش إلى المقدمة في آية تتلى إلى يوم القيامة في آية تتلى إلى يوم القيامة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه يقول الراوي رأيت أحد هؤلاء الثلاثة يتعلق بناقة النبي سلم والرسول يمشي وركبه يخرج منها الدم من أثر الحجارة يستسحبها الناقة يقول يا رسول الله والله حديث سفر والله يا رسول الله نمزح يا رسول الله كذا والرسول عليه وسلم يرد ويقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ورسالة لكل إنسان يستهزي بكل بجاحة وبكل صفاقة خاصة في مسائل الدين إذا جاء وقت الأضحية طلعوا نكت على الأضاحي إذا جاء وقت رمضان طلعوا نكت على الهلال واستهزاء وسخرية ونكت وطرف هذا دين الله عز وجل ما يلعب فيه وبعدين والله عليك وليس لك المسألة أنت لا تعتقد